حقيقة حالس مع فاطمة عبد الرحيم مرحبا أهلا وسهلا صباحكم مبروك سعيد أبراج يسيدي إن شاء الله بالخير في شهر عيد الحب نودعو الشهر نستقبلو الشهر اللي إن شاء الله يارب يتكون حضوده كبيرة لكيفة الأبراج الفلكية اليوم غرت فيفري الجامرة ما زالت ترافقنا من ميزان الهوائي دال وجوزين توم الأكثر حظ عنا زادت لثة أبراج نحبها تسيس مع أول 15 يوم من الشهر فيفري مش في أفضل حاليتهم لحقيقة نسمع خبير تعلم الفلك نجلة القباني ما رح يكون سعيد لبعض الأبراج إلا بعد 15 لتتغير الكواكب بقى من بعد 15 تكون الأمور أهدأ وهيك يبلشوا سنتهم مثلا مثل مواليد برج مو مثلا أكيد مواليد برج الحمل والسرطان والميزان أموركم أول 15 يوم لسه معنا كتير مريحة بسبب تواجد المريخ كوكب الطاقة والحماس في برج الجدي مكان غير مناسب لا لألكم ولا لحد من حواليكم يعني ممكن يكون المضايقات النفسية الصحية لذلك بنا ننتبه على هذا الجانب كل شيء له علاقة بالحديد والنار لو كنا من مواليد الحمل برج السرطان وبرج الميزان فانتبهوا على هذا الجانب مانو كتير الأريح بالنسبة لألكم حمل بداية الشهر الحالي فيهم شوية عراقيل لكن تفرج على قريب وحاليا تأثيرات القمر من الميزان على الثاور الجيدة بالرغم من تراكم الأعمال إلا أنه تشتيز الصعوبات الجوزة من الأبراج اللي تتمتع بنجاح فما برشة ربح بداية الشهر فيفري دخل عليك برشة حظ السرطان رك تودع غش ومصالحة في الأفق والأسد يوم ممتاز خلينا نقوله شهر ممتاز بالنسبة لكم على صعيد العلاقات إلى عذرة بفضلك عليش هالغش فترة رهي بين البنين فيها شوية سلبيات لكن قد هوا قادر تتجاوز وتتخطى الميزان رهي خطوة ثابتة قادر زادة على المواجهة مواجهة كل المهام العلقة والصعيبة والعقرب وقاية القرارات خاصة الإنجازات القوس وإخيرا تتغير أحوالكم العاطفية بداية انفراج عاطفي سنة فيكم والجدي فضلك عليش هالتخميم وهالنظرة سلبية حاول تبدأ تبدل نظرتك والأيكيد المستقبل بشيكون أحلى وأحلى الدلورة وجود الزهرة في الجدي ساعدك برشة هوني نحكي وعاطفيا عندك مفاشقة ونختمو مع حوتنا إيش مزيل وتودع خيبيت فيفري للحظوظ الكبيرة